هل من أدلة من الكتاب والسنة على موضوع النقاب لتثبيتنا على ما نحن فيه حيث أننا نعاني في موضوع النقاب نقول نعم أولاً اللي يزعم أن النقاب ما هو موجود في القرآن والسنة هذا مسكين مغفل جاهل ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنتقب المحرمة إذا كان نهى أن تنتقب المحرمة معناه كان النقاب معروفاً عندهم منتشراً هناها أن تنتقب المحرمة فصارت تغطي وجهها بدون ما يكون فيه نقب ثقب فتحة من جهة العينين لأن ما هو النقاب؟ المنقوب من جهة العينين فإذا نهيت المحرمة عن النقاب معناه النقاب كان موجوداً وكان معروفاً وكان مستعملاً طيب فترخي غطاءً من غير نقب من غير نقب فتحة ما فيه طبعاً ما الحكمة عند الله؟ خرص جاء الحكم على الرأس والعين عرفنا ما عرفنا الحكمة نحن مسلمون نمتثل نطبق طيب أما بالنسبة للأدلة الأخرى وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن طبعاً وأعظم ما في زينة المرأة الشابة ما هو؟ وجهه والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة فمن شرطها إذا اللي ما ترجو نكاحاً ما تخطب أبداً ولا أحد يرغب فيه نكاحيا يجوز لها أن تضع الثياب غير متبرجة بزينك يا جماد طيب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين حتى ما يجي واحد يقول هذا خاص بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابهن الإدناء من أعلى إلى أسفل هذا الإدناء في اللغة ومن هنا يبدأ يدنين الإدناء من أعلى إلى أسفل قال ابن عباس رضي الله عنه أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجنا من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة هذا نص كلام العباس مرة أخرى مرة أخرى أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجنا من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة طيب يعني لترى الطريق يعني لترى الطريق طيب كذلك يعني طبعاً لا جناح عليهن ذكر عز وجل في موضوع الكشف على الأقارب المحارم المحارم يعني المحارم وإذا خطب أحدكم رأى فلا جناح عليه أن ينظر منها إن إذا كان إنما ينظر إليه لخطبة وإن كانت لا تعلم لخطبة فالخطبة في جواز النظر معناها غير الخاطب طبعاً ما ينظر فإذا وإن كانت لا تعلم فلا تكون متحجبة فيجوز النظر للخطبة تحديداً استثناء للخطبة للخطبة هذا النظر الحاجة طيب